صدق مجلس النواب المغربي خلال جلسة تشريعية عقدها مسال اثنين على مشروع القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية ويهدف مشروع القانون الذي قدم مضامينه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالدات الطالب إلى أجراءة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظمة الصحية في شق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحض في نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بلا أشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية إلى النظام الجديد دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية ويقضي هذا النص التشريعي بتحمل الدولة المبلغة الإجمالية للاشتراكات في نظام التأمين الإجمالي الأساسي عن المرض فضلا عن الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وللاستفادة من خدمات النظام الجديد الذي تسند مهمة تدبيره إلى صندوق الوضاني للضمان الاجتماعي يشترطوا أو يشترطوا مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد وإلى جانب ذلك يتضمن مشروع القانون من قانون أحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاصا بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض القادرين على تحمل واجبات الاشتراك